أهلاً وسهلاً بكم في هذا البتسال المباشر مباشرة معكم من دوار جعرنيا بمقام الطلبة بالطبط هنا في ضواحي تفلت قصة تدر في الخاطر ديال هاتساكينة يعني تعذبوا موحد الكوري ديالبي هنا في الضوار جينا الله جينا من دوار ولا تحد اتعبوا نفس الكوري ونفس الناس اللي ديالي الكوري هم اللي جيوا لها الدوار ومنوضين انه تقدر تقليكم بالبالة مشاهدين الكرام هنايا الساكينة تعاني انا وقف انها الرائحة جيد كريهة او اعكدوا لكم مشاهدين الكرام على ان الرائحة اتكلم والله العظيم الله شهد على ما اقول الرائحة جيد كريهة فباصل هاتساكينة لان كانتوا بك تشوفوا مشاهدين الكرام هالناس في انساكنين والكوري احداهم يعني معانا احد الفاعلين الجمعوين هنا في هاته المنطقة الذي التواصل مع قناة شوف تيفيه اراد ان يوصل الصوت دياله ويوصل صوته الولاد الشعب شو ممكن تقول انه اخوه اه لله الامر من قبل ومن بعد صراحة لله الامر لله الامر من قبل ومن بعد كاينة اشكالية متروحة صراحة في هاته الاسطابلة للجيش اه سمعوا الناس الخبار منذ سنة الفين وكمستاش فالناس السيد بغي دير شي كوي احتوه تعرضات ما عارفين شب ساكان ما تفتحش واحد السيجيل در تعرضات ما تفتحش في 2019 تعترض السيد ترخيص البناء والترخيص اللي تنعتبره احنا غير مقبول باتاتة لانه دارش محددش فيه العنوان 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 مكيناش محددش فيه العنوان دل الدوار معين هات الناس فيت ميمون ولكن الدوار سنتوز هنا شعار نياه كان بطفن قدور هالضيعة سميتها بطفن قدور ما عندها علاقة بضيعة الغويباء للترخيص ديالها تخنوه به هاد الناس هنا رفع الشيكايب هاد الناس هاده على اساس انهم تعترضوا وتسبيل دياله وتحرية العمال الى غير ذلك ومربحش الدعواء قوبله بيرافض الطلاب المحكمة العادية باش يبشي يكمل اجراءات دياله يكمل اجراءات دياله فالمحكمة الادارية او تجارية مبشاش يكمل اجراءات لعدة اسباب والسبب الرئيسي فيها هو انه بدون ترخيص بدون ترخيص والان تلقاوا انه تزاول واحد النشاط بدون ترخيص وهدف حد ذاته تحدي للقانون وهدف حد ذاته تحدي للقانون هاد الناس تتحداوا القانون باش كونوا صراحاء كينا مسائل مقبولة وكينا مسائل غير مقبولة اليوم اليوم احنا في ذي كل المولد النبوي هاد الناس خارجين انتو محتفلتوه اليوم مكاش اكتفال الريحات تكتف عباد الله عائلته بجوعدهم من القورة ومن المدن باش يعيدوا مع والديهم هنا قلسنا على الاعصاب دياننا انا باعتفاري ود المنطقة ارا قاس على اعصابينا ركو مجدتي وعائلتي والخوال دياني منجيش انتني منكونش انا ود المنطقة منجيش قاع ولكن كينا رائحة كارير انتو مشتوها انتو مصوت حر وصلوا بامانة ان هناك طوار قناة تشوف تيفي هي قناة الشعب هذه المنطقة جينا لها الصعوبة دي الرئيس وصعوبة كذا وتقاتلنا باش انا ندري هاد البيت المباشر بس صوتكم اوشتادي بيت نصلك واحد رسالة نعم هاد الناس مصدقوا انهم تطالبوا منذ خمسين سنة هم تطالبوا بتعبيد واحد طريق لكم تستعليها خمس سنين هم ابلادو من بعد ما دوات ايتميمونوا من الزرفة كاملة عاد دواتو تنفذ بالعمق مشكلة نعم وحنانا نبعود على مدينة تيفلت إيلب بحتاشة واثناشر كولومت وعلى العاجة معه بواحد الربعة وخمسة الكولومت كي بس نجيو الان وهاد الناس عندهم في اللحة صغار وفئات هشة وفئات ضعيفة ويجي تدرني واحد تستدل إيستابلات هنا ورغم الان فيهم وفي تحدي صاخر يعني تحدي تحدي خارق للقانون وش تسين عندهم ترخيص؟ ما عندوش ما عندوش ما عندوش بتاتن ما عندوش ترخيص عندو ترخيص دي المنطقة اخرى وفي تحدي ودليل اللي عندنا في المحكامة انو في الدفوعات ديالو من غير فعدي حوات استعجارية بها تساكنة هدي في الدفوعات ديالو ما عندوش ترخيص واشكينش واحد دايل واحد المشروع وانت تتحب بسوق وشي دعيك وما يحوش ترخيص ما عندوش قوة القانون ما عندوش عندو ترخيص خلقة واخرار ماشي يح disfrو guarding كنت تعيش fabrication ما واحد زمتтории ما بينوش أنا عندي سكور نوعا Étوار هر م libد اسرت العز narrative هذه الريحة الكارية هي البيبي و الريحة الاغبار و احنا امراض الناس اللي بغاي فلحكا نتخنقهم و دا بستد الكواري اللي عمرو ديال بيبي احنا غنرحله من هال البلاد ما بقيناش غنعيشوا في هال البلاد و ايش بغا ترحلي؟ اه بغا بغا ترحل انا من هال البلاد هاد الملك خلاهي يا ابا احوزي و ملكي عندي ربعات الخدامة دا بغايت نبيحهم و نخوي من هنا بغا يشري مني ما بينش ايش بغي يجيسكون هال الكوارع احنا غررحلو من هال البلاد و عاش شال مالك و عاش شال مالك ايش يا ابا يا ابا يا اختي انت هي قلت هي قهراتنا الريحة ايش مو على قهرتنا الريحة و دير هال البيبي و ولدات صغر و ولداتنا و احنا يزعفوا من الماكلات تنوجدوها مساكن ونوضو يخليوها الفص المادثة المادثة هذا الشيء اللي واقع واش عنده ترخيص وما عنده ترخيص ومشيتهم مع المحكامة فين وصلتوا انا دابا الان انا عدنا اتقى في القضاء عدنا الجلسة عدنا اتقى في القضاء المغربي النازيه ورجال طرق الملكي تحييى لهم ورجال السلطة والأعوان وكل عدنا اتقى فيهم لاننا نحن دولة مؤسسات شو ممكن تقولين ممكن نقولك هو ان لا سلطة فوق القانون حاجة مهمة انا امتفق معك كل واحد يدير الدور ديرو في هذه البلاد حتى هذه الناس عندهم دور اللي هو اساسي وعارفوا الجميع هذه الناس في اللاحة صغار هذه الناس في اللاحة صغار وهذه السيدة دا تعتبره هجوم على هذه المنطقة هذه وارتك فيها وحد الخلق قانوني وحد عدد الاستابلات مكنش سانة قانوني باش تبنوه لهذا احنا تشكرتنا الجميع عندنا في هذه الطيقة الكاملة رجال الدرك يحترموننا وقدروننا قوات المساعدة رجال السلطة ما عندناش مشكين ما عندناش مشكين هذه المنطقة هذه بالضرب ما عندناش المشكين قاع مسالمة مسالمة مجرم قاع بالبتة منذ ان انشئت هذه المنطقة هذه المنطقة ما عندناش مشكين بالبتة قاع ناس مسالمة من واحد درجة تتصور ولكن عندما يتعلق يعني الامر بالصحة ديالهم والجديد استقرار استقرار ديالهم واحتفل الجاني بالصحة للناس كونش مريض كونش مريض كونش مريض عندنا عطفان عندنا مؤسسة قريبة للرائحة قريبة جدا دبالناس مكلات يا صاحب ذكرى المولد مع جمعة العائلة بناتهم مكينوالهم وكذلك الشيء بالنسبة للأعياد الأخرى بتحياتي الصادقة لكم جميعا ساكينة ديالدواص ساكينة ديالدواص ما الذي تتحقق عليكم؟ ما الذي يواقع عليكم؟ ما الذي تتحقق على 5 أسنين يعدنا؟ 5 أسنين هل تشمو الرحة؟ الرحة لتشمهتين تصدق لمرة قولة شمهتين تسترق ترقب على المرحلة كان ذلك؟ أنه يحدى انت احده اه انت احده احنا مقهورين هنا يا مقهورين اصلاً احنا مقهورين. اصلاً احنا معذبين. احنا محنين. لا مانضى لا تحاجم محنين. عايش نقع بالقدرة الالهية. احنا ميتين خلق اللي كانت هنا. هدا بغى يتحنى. هدا صافي بغى يسالي معانا بغى يقتنى. تنتمنى من جلالة الملك وولي. وولي هزعلنا هدي المصيب هدي. عاشرنا. احنا ميتين خلق differently. يتوفر ان نظر احنا. شى احنا ميتين خلق. وهنا لم تعقيد. معمار خانشوتي تجترى المحلات. احنا ميتين خلق. وهنا لم تقعيد. معامر خانشوتي تجترى المحلات. تجير شيء متى يشتهر للحقة. ما هي حول اللي ورحمة وهذا الحق.